طالب المهندس إبراهيم محلب بمساعد رئيسة الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الانضباط إلى منطقة شارع المعز وقال محلب خلال اجتماع لجنة القاهرة التراثية إن شوارع المعز والألف وسراي الأسبكية لابد أن تقدم نموذج للانضباط وصورة الحضارية للقاهرة وبشأن عمليات تطوير شارع الألف وسراي الأسبكية قال محلب إن خطة تطوير من المقرر أن تنتهي في الأسبوع الثالث من مايو المقبل ليكون الشارعان جاهزين لاستقبال المواطنين في ليالي شهر رمضان المقبل للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إليه هاتفيا الأستاذ محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية في وزارة الأثار سيد محمد أهلا بك معنا في أونلايف الهدف هو أن تصبح القاهرة الخدوية عاصمة حضارية ذات معايير خضراء فيها معايير سياحية استثمارية عالمية كيف ستقومون بذلك في ضوء الاجتماع الذي كان مع المهندس إبراهيم محلب وسعد رئيس الجمهوري أهلا وسلم بحضرتك يا فندم أنا بس مختص بالجزء كما يخص شرع المعز والقاهرة التاريخية طبعا نحن بنحضر اجتماعات مع الأنجس إبراهيم محلب بمساعد سيد الرئيس دايما هو التوجه أن نحن نخلي العاصمة الأجيمة لماصر وهي القاهرة التاريخية من أعظم المدن الموجودة على وجه الأرض ويمكن نحن عارفين أن القاهرة التاريخية مفجلة على مواقع الطرق العالمي كأكبر وعاكمتين على مستوى العالم كله وعايزين تبع وجهة مشرقة قدام أمام العالم يمكن احنا اشتغلنا بشارع المعزر دين الله المقضيمي وعملنا مشروع تطوير ضخم جدا بالشارع وكنا أغلقناه أمام حركة السيارات بعد الثورة يمكن حصلت بعض الانتحاكات وقمنا بمعالجة الأمر ورفع كفاة شارع المعزر مرة تانية يمكن ما بين آن والآخر بيحصل بعض التجاوزات وده اللي نبع عليها المهندس إبراهيم محلب وتوجهت برضو معالي وزير الفارض الصور خليب العناني بأن احنا نهتم بالشارع ونقتل كل المخارج والمداخل بتاعة الشارع نتحرك السيارات وتعود الحياة إلى شارع المعز مرة أخرى كشارع طراطي للسياحين والأهالي يستمتعوا به من المصرين والأجام طيب أثير محمد تطوير الحضاري في هذه المنطقة يتخطى كون في بعض الانتهاكات أو المخلافات الخاصة بالسير والمحلات وما غير ذلك لا علاقة بالتطوير مساحات خدراء تطوير النظام المعماري ونسق الحضاري في هذه المنطقة أيضا نحن نتعامل مع مدينة القاهرة التاريخية كنسيج وعمراني متكامل بيجمل المباني الأثرية والمباني التاريخية الموجودة في المنطقة والمباني السكنية العادية والأهالي كمان الموجودين في المنطقة والعنشاطة بتاعتهم والمحلات والحرب التقليدية بالحاول لنبنيها كمفهوم للتنمية المصدامة في مدينة القاهرة لابد أن يعود النفع على الأهالي المحافظين بهذه الأماكن عشان يحفظوا معنا على هذا القرث وهذا التراث الحضاري العظيم وبنفس الوقت نشارك معنا المجتمع المدني والمؤسسات المجتمعة بالحفاظ على التراث فنحاول نرجع الصورة التي نعملها لمصرنا وبنفس الوقت نواجه أي تعديلات أو أي تجاوزات ممكن تحصل بالشكل بشكر حضرتك أستاذ محمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخية في وزارة الأثار شكرا شكرا شكرا